إنجاز طبي بتوقيع جامعة أوكسفورد البريطانية يكشف عن اختبار دم بسيط يمكن أن يتحرى مبكراً عن نحو خمسين نوعاً من السرطان. الإنجاز الذي تحدثت عنه أوساط علمية وعرضت نتائجه في هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا يتمحور حول فائدة أداة جديدة تسمى الخزعة السائلة لتتبع حالة المرضى الذين يتلقون علاجاً للسرطان أو من تكثر لديهم أعوامل خطر الإصابة به. واختبار الخزعة السائلة المسمى بجاليري يستطيع أن يساعد في تسريع التشخيص وعلاج المرضى من خلال الكشف المبكر عن شضايا الحمض النووي للورم السرطاني أو للخلايا السرطانية. ووفق التجربة التي طبقت على أكثر من خمسة آلاف شخص في بريطانيا، كشف الاختبار عن وجود نوعين من كل ثلاثة أنواع من السرطان لديهم. كما نجح في تحديد موقع ومصدر السرطان بنحو خمسة وثمانين في المئة. وقد تأكد لاحقاً إصابة أكثر من ثلاثمائة وخمسين شخصاً من المشاركين في هذه التجربة بالسرطان بعد أن خضعوا للاختبارات التقليدية كالمسح الضوئي والخزعات. وتعد هذه الدراسة هي الخطوة الأولى في اختبار طريقة جديدة لتحديد هذا المرض مبكراً للسيطرة عليه. ورغم أن الاختبار لا يزال قيد الدراسة للتنفيذ، يعتقد الباحثون أنه ثورة طبية غير مسبوقة لأنه أقل توغلاً من الخزعة التقليدية التي عادة ما تقطع عينة من خلايا الجسم.